كيف استطاع ترامب فعلاً أن يوظف أنصار أو أن يقنع أنصار إلى الحد لاستخدام القوة والعنف والسلاح والدخول إلى المبنى وتمكن من إحداث هذا الانقسام في سورة مخيفة داخل المجتمع الأمريكي وكيف تعاطف معه الآخرون؟ ما هو سور قوة ترامب في سلوك من هذا النوع؟ أولاً مساء الخير إلى كل ديوفك وكل المشاهدين وشكراً لهذه الاستضافة أستاذ ناجم بطبيعة الحال مهما أطلقنا من أوصاف على ما حدث بالأمس في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه لن يكون يوماً عابراً على الإطلاق ولن تكون هذه الساعات إلا مؤشر على حقبة جديدة ربما بدأتها أمريكا ودخلتها أمريكا وهذه الحقبة سوف تكون مسار انحداري لهذا التفوق الكبير للولايات المتحدة الأمريكية على مدار ما بعد الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى تسييدها المشهد بعد سقوط جدار برلين وبعد تسييدها كقوة أحدية في هذا العالم النموزج الديمقراطي المكرس ذهنياً في ذهن البشرية والدول الآن سقط بشكل مريع مع هذه المشاهد التي رأيناها وهذه المشاهد ما كنا لنا راها لو لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه شكك بكل المسار الانتخابي في كل النتائج في كل الولايات كان يدعو ويحرد ويدعو إلى العنف ويدعو إلى النزول إلى الشارع هو يريد أن لا يخسر الانتخابات بأي شكل من أشكال هو يريد أن يبقى سيد البيت الأبيض ويريد أن يبقى لولاية الثانية أسوة بكل الرؤساء الذين سبقوه لذلك كان عزيزاً عليه أن يكون خاسراً في هذه الانتخابات مع علمه المسبق أن كثير من القضايا التي لم تكن لصالحه هي التي ساهمت في إسقاطه أولاً أن الرجل عندما يوصف بالمجنون والأرعن والمتهور لم تكن هذه الأوصاف من خارج البيت الأبيض أو من خارج الدائرة القريبة منه فكثير من مستشاريه وكثير من معاونيه استقالوا وقدموا استقالاتهم نتيجة سلوكه وأكثر من ذلك أن الرئيس مارس إقالات عبر تغريداته على تويتر وهذا ما لم يكن يحصل مع أي رئيس من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية إذن هذا الرجل لديه سحر خاص في أنه يتعاطى مع كل الأمور السياسية بهذه الطريقة التي فيها شيء من المسرحية أو الشخصية المسرحية وإذا كنا نريد أن ندخل إلى صميم بعض أنصاره وبعض محبيه ومؤيديه الذين هم كثر في المجتمع الأمريكي هم يتحدرون من عدة مشارب لكن يجمعهم ربما جامع واحد في أن هذا الذي يحدث أو هذا الذي دعوا إليه ونزلوا إلى الشوارع أنهم يريدون أن يبقى ترامب في البيت الأبيض على اعتبار أن ترامب هو الذي يحمل مثل هذه الشعارات العنصرية التفوق العرقي المجتمع الأبيض